السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة نظافة من الايمان لكن المشكلة اين تكمن وهو حينما يكشف الناس بعضهم على بعضهم العورات هنا حرام هنا يدخل التحريم فالحمام له اداب حينما يدخل الحمام العمومي فهو طلب للنظافة والنظافة مطلوبة والدين جاء بالنظافة والنظافة من الايمان اذا هنا الامر الى حد هنا حلل لكن لما ندخل الى الحمام والرجل يكون كشفا عورته كن بسم حد للباس لهو غير محتشم والمرأة قد تكون بغير لباس وينظر النساء بعضهن الى بعض هنا تكمن الحرمة فعورة الرجل كما يفي السنة من السرة الى الركمة الرجال عورته من السرة الى الركمة وفي رواية اللي هي اقل تخفيفا قالوا من السرة الى الفخد لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان جاءت على واحد البئر كيتبرد وكانت الحرارة مفرطة وكان كاشفا عن فخده حرارة مفرطة والماء شوية بارد كاشف عن فخده فدخل عليه سيدنا ابو بكر الصديق فبقي على حاله وبقى كيتكلم معهم وفي لحظة دخل سيدنا عمر ابن الخطاب وبقي على حاله ثم لحظة اخرى دخل سيدنا علي وبقي على حاله وفي لحظة دخل سيدنا عثمان فاذا بالنبي غد يقفز استوى وغطى الفخد دياله فلما خرجوا امنا عائشة رضي الله عنها كانت فقيها زوجته قالت يا رسول الله لما دخل الصحابة الثلاث ابو بكر وعمر وعلي ومن هم في مقامهم كنت كاشفا عن فخدك ولما دخل عثمان رأيتك استويت اقفزت من مقام ديالك فقال يا حائشة الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة فسيدنا عثمان يسمى حيي الملائكة استحيي منه هنا العلماء فقهيا قالوا معناه ان الفخد ليس بعوره مادم النبي الكريم خلى سيدنا عمر وعثمان وعلي وابو بكر ينظرون اليه فالعورة للرجال خلاصة الكلام انها تكون من السرة الى الرقبة او من السرة الى الفخد الراجل خصويمس للشرط هيدخل الحمام اما المرأة فهي العورة المغلضة خصوصا في وسطها لا بد ان تستر نفسها والستر جميل باذن الله تعالى وربنا يستر علينا جميعا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة